أهلاً وسهلاً طلابنا الأعزاء صف الأول قسم الهندسة الألكترونية والاتصالات بجامعة النهرين وياكم دكتورة أمينا محمود بكورس AC Circuit Analysis من المواضيع المهمة اللي راح نحتاجها بتحليلات دوار TR المتناغب وهي موضوع الـ Complex Number أو الأرقام المركبة بالمراحل الإعدادية أخذت قسم من المبادئ اللي هذا الموضوع راح نجي نطرق لها بصورة سريعة ومختصرة لخص موضوع AC Circuit Analysis مثل ما عرفنا بالمراحل السابقة إنه الـ Complex Number يتكون من جزئين رئيسية الـ Repart والـ Imaginary Part إنه هو الجزء الحقيقي والجزء الخيالي الـ Complex Number ممكن إنه مثله على الـ X Axis والـ Y Axis الـ X Axis راح يمثل لي الـ Repart والـ Y Axis راح يمثل لي الـ Imaginary Part بأجزاءها اللي هي Positive و Negative حتكون عندي أربع أجزاء الـ Reel راح يكون Positive و Negative والـ Imaginary حيكون عندي Positive و Negative حسب ما موضح قدامه الـ Complex Number ممكن إنه أمثله بصيختين أما يكون Rectangular Form أو Polar Form كل واحد من هذي راح يكون راح نمر عليه ونشوف شون راح يمثله Rectangular Form راح يكون بهذا الصيغة هذي C Equal X Plus J Y الـ X راح يتمثل الـ Repart والـ Imaginary Part راح يكون عندي الـ Y راح أمثل J راح يتمثل لي الجزء الخيالي هذا ممكن إنه أمثله بهذا الشكل هذا عندي إذا كان الـ X موجب والـ Y أيضا موجب حيكون عندي الـ C راح يكون عندي بالربع الأول من الأحداثيات هذه اللي عندي هيكون عندي متمثلة بالربع الأول C تساوي X Plus J Y هذه الـ X منا لهنانا والـ Y منا إلى هنا حتكون عندي إذا نهاية الـ Vector اللي هو من نقطة الصفر إلى هذه النقطة راح يكون أمثله بالـ Vector C فإذا رجلت أمثل هذا الـ Complex Number 3 Plus J 4 راح يكون عندي بهذا الشكل هذا راح أمثله الـ 3 اللي حتمثلي X والـ 4 راح تمثلي الـ Y التقاطع للـ X والـ Y راح تكون هذه النقطة هذا الـ Vector اللي هو من نقطة الصفر إلى هذه نقطة التقاطع للـ X والـ Y راح تمثلي شكل الـ Vector واتجاهها وقيمة المغنيتود أما إذا كان عندي الـ Complex Number equal 0 minus J 6 هذا راح يكون عندي تمثيله الـ X راح تكون عندي قيمتها الصفر الـ Y هتكون عندي للأسفل minus 6 فإذا سيكون الـ Vector اللي عندي من 0 اللهايته هتكون عندي إلى نقطة ناقص 6 على الـ Y axis أما إذا كان عندي الـ Complex Number C equal minus 10 minus J 20 هذا راح يكون عندي بربع الثالث ماينس 10 هنا وـ minus 20 هنا راح تكون عندي هاي نقطة التقاطع الـ Vector اللي هو يمثلي الـ Complex Number راح يكون به الشكل هذا أما الـ Polar Form الـ Polar Form راح يكون به الصيغة هاته C equal Z كماغنيتود والزاوية هتكون عندي ثيتا فإذا سيكون عندي ماغنيتود ممثل بزاوية معينة Z indicates the magnitude only and Theta is always measured counterclockwise إذن اتجاه الثيتا هذي راح تمثلي الـ Counter Clockwise يعني بعكس اتجاه أقرب الساعة إذا مثلنا على الأحداثيات سيكون عندي الـ Vector هو طولة Z من هذه النقطة إلى هذه النقطة راح أرسمه بزاوية ثيتا اللي هذي هنا هذي زاوية ثيتا راح أمثل الـ Vector اللي عندي بزاوية ثيتا فإذا أخذنا هذا الـ Example ودي و C equal 5 بزاوية ثيرتي هذا شو راح أمثله؟ الشكل الأول 5 راح أرسم Vector طولة 5 وبزاوية ثلاثين درجة هذا هيكون عندي الـ Vector C equal 5 بزاوية ثيرتي أما إذا كان عندي الـ Vector 7 بزاوية minus 120 راح أجي أرسم بما أنه الإشارة سالبة فرح إشارة الزاوية سالبة فرح أرسم الـ Vector اللي هو طولة 7 بزاوية 120 لكن حتكون بما أنه الإشارة سالبة راح يكون clockwise Direction أما إذا كان عندي بهذا الشكل هذا minus 4.2 بزاوية 60 هنا هذي شون هيكون عندي تمثيلة؟ راح يكون عندي تمثيلة أنه أضيف للزاوية إذا ألغي الإشارة سالبة وأضيف للزاوية أضيف لها 180 درجة فرح يصير عندي هنا الزاوية حصير عندي 240 وطول الـ Vector راح يكون عندي 4.2 عملية التحويل عملية التحويل between the two forms of presentation conversion between two forms فإذا أردت أحول من الرectangular form إلى polar form راح تكون عندي صيغة إذا أردت أطلع طول الزاوية راح يساوي لي راح يساوي لي imaginary part square plus imaginary part square under square root وثيتا حتكون tan inverse y over x وهذه مين ما أخذيها؟ ما أخذيها من هذا الشكل إنه إذا كان عندي نقطة complex number هي x x plus y j y حتكون هذه النقطة فإذا الفكتر هذا هو الشكل اللي قد حيكون طوله باستخدام نظرية فيثاغورت حيكون x square plus y square راح يطلع لي طول هذا الفكتر أما الزاوية هتكون tan inverse y على x حتى أطلق هذه الزاوية لازم أقول tan inverse y على x هتطلع لي هذه أما إذا ردت أحول من polar إلى rectangular form x راح تساوي لي z cosine theta وال y راح تساوي لي z sine theta فإذا نجي نأخذ في example بسيط convert the following form rectangular to polar form فإذا كان عندي polar rectangular form 3 plus j 4 هذي لوجية رسمتها هنا راح تكون عندي 3 هنا و الأربعة هنا راح يكون عندي طول الفكتر هو من هاي النقطة إلى هذه النقطة اللي هو نقطة التقاطع c equal 3 plus j 4 فإذا ردت أحولها إلى polar form راح تكون عندي طول z هذا راح يساوي لي راح تكون عندي tan inverse 4 over 3 راح تساوي لي الزاوية 53.13 راح تساوي لي فإذا الفكتر أو complex number بالpolar form حيكون 5 بزاوية 53.13 بالفكتر أما إذا ردت أحول من polar form through rectangular form لهذا الشكل الفورم هذي راح يكون عندي x تساوي لي أخذ طول الفكتر هذا cos x راح تساوي لي 10 cos 45 degree راح تطلع لي 7.07 وال y تساوي لي z sine الزاوية 45 degree راح يساوي لي 7.07 فالفكتر راح يكون عندي our complex number راح يكون عندي 7.07 plus j 7.07 هاذا اللوجية تمثلتها راح يكون بهذا الشكل هاذا هاذا طول الفكتر وهذه هي زاوية 45 degree و هتكون عندي هاذا الفكتر راح أمثله c بزاوية 45 degree الإكزامبل اللي بعده إذا ردت أحول هذا complex number إلى من الخطانجولار إلى polar راح أطلع أول مرة z راح تساوي لي real part square plus imaginary part square راح تطلع لي بهذا الشكل هاذا راح أجي على الرسم الثيتا هنا بما أنه عندي real part هنا بال المائناس يعني هتكون عندي المجبن هتكون الفكتر راح يكون عندي وين راح يكون عندي بالربع الثاني الزاوية راح أقيسها من هذه النقطة إلى اتجاه الفكتر اللي موجود هنا فهتكون عندي هذه الثيتة فلازم شو أطلق هذه الزاوية الزاوية هاي راح أطلقها هي عبارة عن 180 اللي عندي منص هذه الزاوية الصغيرة اللي موجودة إهنا راح أرمز لها بالرمز beta البتة هاي شو راح أطلقها راح tan inverse 3 over 6 يعني tan inverse 3 over 6 راح أطلق لي البتة إذن الثيتة شو راح تساوي لي هنا راح تساوي لي 180 minus البتة اللي هي 2 26.75 راح تطلق لي الزاوية هنا أنا انتبه إنه 153.43 ديجري فإذن لازم ألاحظ إنه راح لازم تكون عندي بياروبة أرسم بياروبة راح أصير عندي ال complex number هيصير عندي وأشيك أشوف الزاوية وين هيكون مكانها فرح تطلع لي C تساوي لي 6.71 بزاوية 153.43 ال example اللي بعده أريد أحول هذا complex number من polar form إلى rectangular form هذا راح أجي الرسم راح تكون عندي الزاوية هنا بأي ربع صاير ال vector أو complex number صاير بالربع الثالث لأنه 230 درجة اللي راح تكون عندي هذه 230 درجة فشو راح أطل لي هنا ال x و ال y ال x هنا راح تساوي لي طول الفكتر اللي هو z وسين البيتن هذه الـ x هناك سيثمثلي سيطلق هذه الزاوية هذه الزاوية التي هي منها إلى هنا سيكون لدي z وسين البيتن سيطلق لي الـ x y سيكون لدي z سين البيتن سيكون لدي لدي بالربع الثالث فإذا إشارتهم الرير والإماجنري راح تكون إثنائتهم بسالب الماثماتيكال أوبوريشن للكمبليكس نمبر يعني عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة ممكن إنه أعبر عن الجاي اللي هي راح تكون خاصة بالإماجنري بارت الجاي الجاي تمثلي –1 under square root الجاي سكوير هي راح تكون –1 الجاي to the power 3 راح تساوي لي –J الجاي to the power 4 راح تكون إني plus 1 والجاي 5 راح تساوي لي –J وهكذا أما واحد على جاي إش راح تساوي لي؟ تساوي لي جاي over –1 وتساوي –J هذه هذه الكميات لازم أعرفها حتى أقدر أطبق عليها الماثماتيكال أوبوريشن للكمبليكس نمبر والконجغيت جاي راح أمثلة بهالشكل هذا يعني أنا إذا كان عندي C بزاوية 30 هاي إذا كان عندي بالبولار فورم الكونجيكيت إلا رح يكون عندي 2 بزاوية minus 30 ديجري فإذا كان عندي إذا بالبولار فورم فإذا كان عندي بالرектانجولار فورم رح أأكس الإشارة لل وإذا كان بالبولار فورم رح أأكس إشارة الزاوية هذا تمثيل الكونجيكيت إنه إذا كان عندي s2 بزاوية 30 الكونجيكيت إلا رح يكون عندي 2 بزاوية minus 30 ديجري بالنسبة للريسي بروسول اللي هو المقلوب مقلوب الكمبليكس نمبر رح يكون plus x plus j y هاي إذا كان عندي بال ريكتانجولار فورم وإذا كان عندي بالبولار فورم راح يكون عندي 1 over Z بزاوية ثاتة عملية جمع 2 complex number راح تكون إذا كان عندي complex number الأول يساولي x1 plus j y1 والcomplex number الثاني x2 plus j y2 هتكون عندي أجمع real wheel plus real part wheel حملية الجمع هتكون أجمع real part الcomplex number الأول زائد real part الcomplex number الثاني والimaginary part راح أجمعهم ثوية حسب كل واحد حسب إشارته لو جينا مثلناها هيكون عندي إذا كان هذا C1 وهذا C2 الresultants هي C1 plus C2 هتكون عندي هذا الحاصل الجمع للC1 plus C2 فلو كان عندي C1 هذي وC2 هريد أجمعهم شور راح تنجمع هنانا C1 plus C2 راح يكون عندي أجمع real wheel wheel والimaginary مع الimaginary راح يطلع لي بعد ما أجمعهم 5 plus j 5 فلو جيت هنا مثلتها كرسم هذا هي C1 وهذا C2 وهذه C1 plus C2 إذا كان عندي C1 plus 3 plus J6 وC2 minus 6 plus J3 راح تكون عندي أجمعهم نفس الطريقة السبتراكشن حسب تطلع اللي هتكون عندي حيارة لتص مدعب اضافة ناقص الري البارت الثاني و الامجناري الري البارت ساء اذا طرحت عني سدح الاعتماد ان اضافته a tool کاosit C1-c2 وسط اضافة الري البارت العม Elite ناقص الريل بارت للسي 2 زائد الريل بارت للأول ناقص الريل بارت للثاني راح تكون عندي الأملية بالنتيجة حتكون 3 بلاس جي 2 هذه أملية الطرح أنه من راح أطرح السي 2 من السي 1 السي 1 إشارة ماته ما راح تتغير فحيكون عندي بهالشكل هذا عنه هو الفكتر الأول حيكون بهالأتيجة السي 2 بما أنه هو بالربع الأول المعقوس إلى أو الإشارة السالبة اللي راح يكون عندي أو الصورة اللي إليه راح تكون بالاتجاه المعاكس بالضابط لأنه راح تكون عندي عملية طرح فاللي راح أطرحه هو السي 2 راح أطرحه من السي 1 فلازم أخذ الاتجاه المعاكس إلى السي 2 الحقيقي وأسوي الريزولتانت بين السي 2 والسي 1 سيكون عندي بهالشكل الكمبلكس نمبر الثاني أيضا نفس العملية راح أطرح الريل بارت للأول ناقص الريل بارت للثاني والماجيني بارت للأول ناقص الاماجيني بارت للثاني راح تطلع لي العملية بهالشكل هذا 5-J2 أيضا هم عندي C1 اللي هو هيكون اللي الأول ناقص الثاني الثاني هنا عندي بأي ربق لو أجي أباوة هنا هنا C2 minus 2 plus J5 يعني بأي ربق يعني هذا هو C2 الأكس أو الامتداد ما تبع أكس الاتجاه هو minus C2 حيكون هنا بهذا المكان والرزلتنت هتكون بين C1 و minus C2 راح يكون بهالشكل الرزلتنت إليه حيكون هنا بهالشكل هذا يعني بالربق الرابع أما إذا كان عندي جمع هو بولرفوم فراح أجي أرجم الرسم إليهم يعني 2 بزاوية 45 زائد 3 بزاوية 45 هذولا راح أجي أجمع هذي 2 بزاوية 45 وهذي الثلاثة بزاوية 45 حاصل جمعهم هيكون عندي هنانا يمثلي الطول الكلي هو الثلاثة زائد الاثنين راح يكون عندي طولة 5 بزاوية 45 ها إذا كانت الزوايا نفس الزوايا أما الفرع الثاني اللي هو عملية طرح هنا راح تكون عندي فإذا رجعت بالرسم سويتها هذه هي 2 بزاوية صفر وهذه هي الأربعة بزاوية 180 فأخذ هذه الأربعة بعكس الاتجاه 4 بزاوية 180 و أجمع الاثنين و هي الأربعة هنا سيطلع لدي الاتجاه و هي الأربعة سيطلع لدي الاتجاه و قيمته 6 ها إذا كانت الزوايا أما متعاكسة أو سيطلع لدي الاتجاه عملية المطلوب حتى أضرب أما أستخدم طريقة المطولة و سيطلع كل جزء الريل 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 الثاني فها تكون لدي النتيجة بعد ما أضرب سيطلع لدي النتيجة بعد ما أرتب الحدود ستطلع لدي عملية الضرب نقدر نعتبرها كقانون النتيجة تشغر المطلوب من أصبح الضرب سأستخدم قانون الريل الأول في الريل الثاني نقص الريل الأول في الريل الثاني وإذا كانت لدي الإشارات مختلفة أيضا نفس العملية ستكون لدي أما إذا استخدم الطريقة المطولة هنا بعد ما أضربهم وأجمعهم ستطلع لي الإشارة من الامجنري من الامجنري من الامجنري من الامجنري سيطلع لي صفر فإذن معناتها سيطلع لي 26 بزاوية 180 درجة يعني يواقع على X axis يعني يواقع على X axis هذه الاملية إذا كان عندي أما إذا كان عندي بولار فوم وأريد أضرب سيطلع في سيطلع والصحتين كانت عندي بولار فوم عملية تضرب الشر سأضرب المقنطود الأول في المقنطود الثاني والزوايا هنا سأضرب المقنطود الأول في المقنطود الثاني والزوايا سأضرب 20 سيطلع لي نتيجة 50 بزاوية 50 وإذا كانت عندي C12 بزاوية minus 40 وC2 7 بزاوية 120 هم نفس الشر الأمالية سأضرب المقنطود الأول في المقنطود الثاني والزوايا سأخذها كما هي إشاراتها فرح تطلع لي minus 40 plus 120 رح تطلع لي هنا نتيجة 14 بزاوية 80 إذا أريدنا نضرب complex number برقم برقم ثابت رح تكون العملية إنه إذا كان عندي 2 سأضربها في complex number رح يدخل كونستانت على الجزئين اللي هو الريل و الاماجناري رح يطلع لي نتيجة إذا كان عندي ركتانجولار فور رح يكون عندي ركتانجولار فور وإذا كان عندي كونستانت رح أرمز إنه كونستانت هذا 50 الزاوية متر رح تعتبر صفر الزاوية إلي رح تعتبر صفر رح تنضرب في complex number هذا رح تطلع لي بما أنه الريل هو صفر الماجناري هو 6 رح تطلع لي النتيجة ثلاث 300 بزاوية 90 عمليات الـ division رح تكون عندي عمليات رح أقسم C1 على C2 هنا رح أتعامل و رح أضرب في المرافق إلي complex number فرح تطلع لي النتيجة هنا هكذا بعد ما أضرب و اقسم رح تطلع لي النتيجة سيوان على C2 رح تساوي إلى الريل بارتح يكون هذا الفهم إلي هو حاصد ضرب complex number هتكون عندي حاصد ضرب أو الأول في الريل الثاني زائد الماجناري بارت الاول والثاني على الريل بارت للسي تو سكوير زائد الاماجيناري بارت للسي تو سكوير والاماجيناري بارت اللي راح يكون حاصل ضرب الريل بارت للثاني في الاماجيناري بارت للأول الريل بارت للأول في الاماجيناري بارت للثاني على المقام هو حيكون النفس المقام اللي هو الريل بارت للثاني سكوير زائد الاماجيناري بارت للثاني سكوير فإما تستخدمون هذه الطريقة المطولة للقسمة أو استخدم القانون مباشرة فإذا كانت عندي السي وان هذه الفورما والسي تو هي فور بلاس جي فاي إذا أردت أقسم السي وان على سي تو واستخدمت القانون النهائي هيكون عندي الريل بارت للأول في الريل بارت للثاني زائد الاماجيناري بارت للأول في الاماجيناري بارت للثاني بالفعل بعدها الحوض ناجدة هذه اعجله لنجد Students الريل بارت للأول في الامراجن الريل بارت للثاني على الريل بارت للأول الثاني زائد سكوير زائد الامراجن الريل بارت للثاني سكوير رح اطلق لي هذه النتيجة بعد ما اضرب و اقسم اذا اردت استخدم عملية القسمة المطولة رح اجي اضرب سي 1 في سي 2 كونجيجيت سي 1 في سي 2 كونجيجيت رح اطلق لي هذه النتيجة بالنتيجة حيكون عندي سي 1 أوبر سي 2 الماينوس بالنتيجة رح يصير عندي سي 1 أوبر سي 2 ري بارت لحاصل جمعهم ماينوس الامراجن الريل بارت للجزء الثاني اذا اردت استخدم عملية القسمة للبولار فوم رح تكون عندي سي 1 أوبر سي 2 حتكون المغنيتود الاول على المغنيتود للكمبلكس نمبر الثاني والزاوية حتكون حاصل طرح زاوية الاول ناقص زاوية الكمبلكس نمبر الثاني فإذا كان عندي سي 1 هي 15 بزاوية 10 و سي 2 بزاوية 7 سيكون عندي سي 1 أوبر سي 2 15 أوبر 2 والزاوية حتكون 10 مينوس 7 حتطلق لي هذه النتيجة وإذا كانت عندي سي 2 سي 1 ثمانية بزاوية 120 و سي 2 16 بزاوية minus 50 حتكون عندي سي 1 أوبر سي 2 8 أوبر 16 بزاوية ماينوس بزاوية 120 مينوس مينوس 50 حتكون عندي 0.5 بزاوية 170 مينوس 50 حتكون عندي 100.5 170